بحضور باقه من سفراء الدول وقادات من الجيش قام سفير دولة إيران بتلاوة لا مثيل لها حيث لم يصدق أحد أن صوته هكذا هي بنا نستمع إلى تلاوته بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا أذكروا الله ذكرا كثيرا أذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائك كتبوا ليخرجكم من أولمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيم والذي يصلي عليكم وملائك كتبوا ليخرجكم من أولمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيم تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العلي العظيم